موسيقى السلام عليكم بفرح قوي من قلبي لما بيكون فيه فقر عملناها ورد الفعل عليها ما كناش متخيلين انه هيبقى بالعظمة دي وبفرح اكتر لما بيبقى فيه مطالبات ان الضيفي ده بالذات يكون موجود معانا تاني بفرح وبقلق لان انا ما ببقاش عارفة ظروف ضيفي ايه فبتواصل مع ضيفي وبنقله الصورة ويمكن بعمله كمان سكرين شوت من الحاجات اللي بتجيلنا الناس بتطلب انه نكرر تاني معاه الحلقات وبيبعثوا باسئلة مخصوص ليه طبعا ضيفي ده زي ما قلت قبل كده وحفضل دايما نقول فيه ناس احنا بنفتخر بهم ناس كده بنتقنعر بوجودهم في حياتنا لانهم رغم من صغر سنهم لكن علماء مجتهدين في شغلهم سمعتهم عظيمة ردود الافعال من مرضاهم فوق العظيمة انه كمان يجلنا ناس من اخوتنا العرب ويبقوا قصدين هذا الطبيب فده برضو شيء مفرح جدا جدا انه مصري وعامل الشهرة دي برا مصري كمان فالحقيقة ضيفي اللي موجود معاها في الفقرة دي من الناس دي اللي كان فيه مطالبات كتير جدا جدا انه يجلنا مرة تانية والحقيقة الاسئلة كتير جدا 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 وخاصة من الناس اللي فعلا زي ما حضرته قال قبل كده ان ملامح الشخصية بتبان في الابتسامة والثقة بالنفس بتبان في الابتسامة ماينفعش تبقى الابتسامة مشوهة او نتكسف منها او سنان عشان مش مصبوطة فنضحك ونحن بنعمل كده فلما توصلت معاه انا عارف اديه ومشغول ومعندوش وقت خالص ويعني عشان تحجز فعياته يعني ربنا يكرم الجميع لكن قلت له بص ده بناء على طلب الناس وحضرتك شرفتني فانت اللي جبته لنفسي بقى فقال لي انا مقدرش اتأخر خالص خالص عن السيدة المشاهدين ومقدرش اتأخر عن مساعدة اي حد طالب مني سؤال وهو مش هتدفع فلوس وتروحوا تتفعوا له فلوس عشان تاخدوا استشارة احنا كل الاسئلة هنجاوب عليها مش هنجاوب ولا مالين بل ممكن نبتزه كمان ونعمل تعارفين انا بعمل يعني ببتز ضيوفي بيشرفني الدكتور الفاضل دكتور تادرس رامسيس ماركوس اخصائي زراعة وتجميل الاسنان وصاحب ومدير عيادات رومان كلينك اهلا وسهلا يا دكتور اهلا وسهلا انا متشكرة ده انا الشرف ليه لا متشكرة ان انت ما خزلتنيش يعني انا حقيقة بتكسف وانا محرجة يعني بتبتصل وانا محرجة بس حقيقي الحلقة اللي حضرك شرفتها فيها قبل كده انا مالي بقى يعني انت حضرتك كلامك تخلى المشاهدين يعني مكالمات كتير جدا جاتلي وعلى صفحة البرنامج طلبوا ان حضرتك تكون موجود واسئلة كمان بقى محددة والبنات مش عايزة اقولك اسئلتهم كتير جدا فيما يخص التجميل بالنسبة للاسنان وخاصة الفينيرز الاول نشرح لان ممكن في ناس يعرفوش يعني الفينيرز وبعدين نقول لاسئلة يعني ايه فينيرز فينيرز معناها ان انا بحط قشرة على السنان من بر ايه فالقشرة دي باختار لونها باختار شكلها وباختار الحجم اللي انا عايزه فبقدر احرك السنان من غير ما اعمل تقويم بقدر اعمل تبييد للسنان من غير ما اعمل تبييد وبقدر اعمل تضخيم او ترفيع او ان انا عايزة اغير شكل السنة من غير ما احط حشو او احط طربوش فهي في نيرز لطفتها ان هي بتديني ثلاث ميزات من غير مضحي كمان وابرد من السنة كتير اه لان فيه وسائل اخرى اللي هو بنصغر السنة خالص ونركب لها لكن ده شكل حديث الفينيرز ده شكل افضل بالنسبة لها طيب حقيقة قلت كده حاجة ان انا اختار اللون اللي انا عايزاه وده انا تمام او اختار اللون فاتح تمام لكن فكرة يعني ايه اختار الشكل اللي انا عايزاه برده خلينا نتكلم فيه ناس بيبقى شكل السنان بتاعها مش كويس على حجم عظم فكها على حجم ابتسامتها على حجم شفايفها طب احنا عايزين في الوقت ده نعمل زي نعرض السنان شوية فيه فراغات ما بين الاسنان اه لا اسنية واحدة ده فيه ناس اللي هما انا كنت من الناس دي الفلجة الكتير قوي بين السنان مساحات فاضية فبتدي شكل مش لطيف في الابتسامة خالص فده هل ممكن بالفينيرز اقرب المسافات دي؟ ده بيسموها هايلي ريكماندد كيسي يعني الفينيرز اتعملت واحلى حالة تعملها الفينيرز وتدي احسن نتيجة الناس اللي عندهم فروق ما بين السنان ليلى ان احنا ما بنحتاجش نحضر خالص في السنان ده هي السنان فيه مسافات فعلى طول بقى بناخد مقاساتنا ونحط الاشرة على طول تمام طيب بالنسبة يعني فيه برضو ناس منضيقين من شكل سنانهم انه عاملة زي المسطرة كده خط واحد فيه ناس سنانهم فيها كده شكل جمالي كيرفات فيه ناس مثلا تحب ان يبقى او فيه ناس عندهم مثلا السنان القدامانية زي السنان ارنبية كده بتبقى شكلها يعني يضيق وفيه ناس سنانهم داخل الجوة قوي او مثلا طلع البرة والفك اللي تحت داخل الجوة هل البنيرز ممكن يعالج لي الدفوهات دي؟ اعنا كل الحاجات دي اول ما بنشوف الحالة لازم نعمل لها حاجة اسمها smile analysis تحليل الابتسام تحليل الابتسام اه فده بيترسم على الكمبيوتر الاول بناخد صور عادية بعدين ناخد مقاسات سلسية الابعاد يعني احنا بنشوف السنة ونلف ونتفرج ونشوف كل حاجة وبعدين كمان ناخد سكان للوش يعني الوش نفسه كله بيبقى معنا ليه؟ لان انا ممكن نعمل ديزاين للسنان شكله جميل قوي بس مش مناسب للابتسامة ومش مناسب لشكل الوش فلازم ناخد كل دول ونطلع منهم العلاقات المناسبة عشان نختار الديزاين المناسب للمريض بس الالطف بقى ان احنا دلوقتي كل ده على الكمبيوتر ما عملناش حاجة في بقى نقدر نطلع ده قصاد عينينا كده ونمسيكه في ايدينا 3D ازاي بقى فيه تطبع الابتسامة دي طيب وبعد ما نشوفه لو عجب المريض مبدئيا نقدر ندخله في بقى المريض وننفزه بحاجة اسمها مادة التربوش المؤقت من غير ما نتحرك عالسنان من غير ما نبرط فيها مخسرناش حاجة طيب لو عجبه نبدأ ننفز اذا يعني كل المراحل دي من غير ما اعمل اي حاجة بسناني انا الاول اشوف الشكل يعجبني ولا لا واختار كمان الشكل اللي انا عايزاه وكل حاجة وبيبقى فيه كزا ديزاين يعني احنا لكنك بتفرش قوضة فانت بتختار الديكور هل ده اللي علاقة باللي احنا بنقوله لوقتي احنا هنا انا كنت قصد اوري للناس في الصورة دي دي ترابيش زمان كنا لما بنعمل التربوش التربوش بيبقى تخين قوي فبيغطي السنة كلها انما الفينير بتبقى اشرة ما نحسش ان فيه فرق هتيجي سور تانية ونشوف قد ان احنا لما حضرنا السنان مش بقى ان احنا لمسناها حتى طب ازاي بنبقى بنحضر السنان وهل انا كمريد او كحد مش مريد يعني حد عايز اجي عامل تجميل مطلوب من يعمل حاجة قبل ما اجي لحضرتك لا نحضر يعني نبرد شوية اه ده شوية حضرتك كبير اه ده بنعمل بس هو الفكرة ان انا اللي ببرده او الطبقة اللي بشيلها حتى لو جزء صغير اوي من طبقة مينة ده حاجة هفقدها مش هعرف عوضها باي حل تاني اه يعني مثلا دي حالة برضو معمولة الله ده شكلها شكلها تحفة واصد اوي الناس تبص على الالوان واللون بتاع الفاك اللي تحت انا كنت مراكب فوق ولسه تحت ايه فازاي بنغير يعني ما حبيتش اجيب الصورة اللي قبل قبل الحالة لما جت يعني عشان الناس بتبقى متضايقة واقول لحضرك حاجة انا ملاحظة حاجة في اللي برضو الرسمة بتاعة السنان اولا طبيعية جدا بزا ان في الناب شكل الناب السنتين اللي قدام وفي نفس الوقت مش حتة مصطرة لا فيها الكربات بتاعة ربنا كده بزا هي دي طبيعية جدا انك انت تعمل الحاجة بينساميها ناتشوراليتي ناتشوراليتي يعني تخلي الحاجة طبيعية اللون جميل مش شكله اه ابيض وملفط للنظر جدا بس شكله مش طبيعي فيه ناس حتى تتريق تقول انت حاط التبشير في سنانك ما هو التبشير ده مش عشان درجة اللون فتحة قوي لا عشان السنة او الفينير لما تعملت ما خادتش تجزيعة الالوان الصح ما خادتش حاجة اسمها الشفافية فالشفافية دي تخلي اللون جاي كده انا لاحظت برضو حاجة ان الاطراف بتاعت السنة من تحت لونها اخف يعني مع انها سنة واحدة بس فيه دي جرادي في اللون هو ده النتشوراليتي اللي انا اتكلم عليه هو ده يفرق معمل عن معمل وطريقة التصنيع بتاعت الفينير والخامة اللي بنشتغل بيها انا حي كمان انت بتبقى رقيب على المعمل انا عندي المعمل بتاع فاعياتي حضرك فصلتني عن ال كان عندي سؤال بس انسيته بس حفتكره حفتكره اللي احنا شايفينه ده ايه بقى يا دكتور برضو دي حد اوي مرة بيشوف سنانه انا دايما بحب بصور الصورة بتاعت المريض قد ايه باين دحكته انا انا شايف خدود قد اتطلعت بالصور الله بس فهو فارق معايا قوي المريض يتخيل نفسه لان هو في الاخر دي حاجة زوقيات ورضاق عن نفسك ما هو انا فيه يعني مثلا فيه اخواتنا في الخليج عندهم الموضة ان يبقى فيه فلجة ما بين السنتين في النص فيه ناس بتحبها ايه وخاصة اذا كانت هي موجودة في الطبيعة وشخصية الانسان مش عايزي يعني انا مش عايزي غير شخصيتي انا شخصيتي معروفة ان انا مثلا فلجة من النص بس واسعة شوية فلو ضيقتها او سرقت كده المسافة حبقى لسه نفس الشخصية بس الشكل الجمالي حيبقى دي حالة لا اه دي حالة لسه جاية بص في حضراتك دي سنان صح اه دي بعد التحضير يعني سنان دي تباردت فانا بيبقى فارق معايا قوي ان الناس تبقى متخيلة ان برضا في فينيرز ده حاجة مينمل مينمل حاجة لا يعني جزء من الملي جزء من الملي مش هيقصر خالص لا على طريقتي في الاكل ولا الكلام ودي احنا شو منها قبل كده تقريبا اه دي شو منها قبل كده طب انا بس كنت لسه الافتكار تبقى للشاري مهيبكا لبني نسيته تخيل حضرتك ان في بعض الزميلات ممثلات اكتهدوا جدا جدا في ادوار تمثيلية وانا عارفة قد ايه هم تعبوا فيها ضع تعبهم ده كله لان الجمهور علق على سنانهم ايه السنان اللي عاملة زا سيراميك ده معقولة فيه سنان بالبياض اللي عامل زي فابتدى الناس يركزوا في قد ايه لان السنان فيك شكلها فيك ينسوا التمثيل وينسوا التعب وينسوا الدور وينسوا المجهود ويركزوا في ديفوه رغب انه كشكل مثلا حاجة جميلة جدا لكن تنفع موديل لمعجون سنان لكن مش ممثلة فبرضو فكرة الطبيعية ده اللي كنا بنتكلم فيه فكرة ان الامور تبقى طبيعية ده ايه بقى دي الاشرة انا كنت قصد اصورها على صباعي كده عشان يبان للناس قد ايه حاجة رائعة دي عدسة بتتلزق عالسن حاجة صغيرة خالص يعني بوزيو هادريتك دي هتتلزق على سننا بعدك فهي الفينيرة الوحدة شكلها رفيع قوي وصغير قوي كده طيب برضو سؤال كده دارج بتاع الناس اللي هم اللي شابوتوا خاصصة لعب هل مثلا ينفع اكل مثلا خيار على سناني سناني الدومانية لا ما ينفعش لازم يعني اقطع الحاجة واكلها على جو بوزي انا هقول لحضرتك حاجة فانت خان حضرتك جيتي تاكل تفاحة لقتيها على شجرة وشدتيها فالتفاحة دي مش مستوية قوي جالبا لما بيجي حد يؤتم التفاحة دي بيحصل لها ايه سناني بتوجعها قوي ده في ناس بتحس ان في تعوير في اللسة بسبب الشد القوي ده طيب اللي احنا محتاجين نعمله ايه ان احنا نركز كويس قوي ان دي قشرة مجزوعة على السنان هتعاملها كويس هتقعد معاك فترة طويلة قوي تمام هتدوس عليها جامد اللازم بعد شوية يفوق اه فاحنا لازم نتعامل بحرص مش هعزق نفسي بس بحرص الحاجة النشفة بزر عشان سناني ما تكسرش حتى لو حتى السنان طبعية يعني انا يعني انا يعني انا انا عن نفسي يعني يما بايج اكل تفاحة هبقى اطحة بالسكينة وبعدين هقطم ايه تمام انما لو انت مصر انك تاكل حاجات ناشفة قوي طب ما هو حتى السنان الطبعية بتتأذي بعد كده صح فما يبقى بقى اللعب لينه احنا الناس غلبانة وربنا كريمنا بالعافية هنعمل ايه فانحافظ عليها هتقعد معاك احنا بنقول بتقعد سبع سنين على اقل باللازق ده سبع سنين اه ما يقعش ان شاء الله خلص طب هل انا بعد سبع سنين محتاجة اغيره اه لا لو مستمر بعد سبع سنين تمان سنين ده الجارانتي يعني ده الجارانتي زي العربية كده جاي عليها دمان سنتين بس مش بعد سنتين بنرميها بتكمل لو تكمل طب يا دكتور الاول الجميل دي حالة بقى فارق معايا اللي حضراتك كنت بتقوليه عن الممثلين اه هي كانت طالبة ان سنين تبقى فتحة قوي وهي لونها اسمر بالزبط ففارق قوي اللون في حين ان درجة اللون ده هي هي نفس درجة اللون الحالة اللي فاتت بس تبنتت عشان بشرتها فتحة فمش حب حسب شوفتي حضراتك بقى اه فهو فكرة ان احنا نجمع الداتة كلها ونعمل السمايل اناليس الصح ساعتها نقدر نقول ايه اللي يناسب و ايه ما يناسبش تم حضراتك برو بتلفت نظر لازم الفت نظر المريض ده عيوب وكذا لكن افرد هي اصرت وواضح ان هي اصرت عايزة لوني ما هو الممثلة اللي راحت تعمل سنانها فتحة قوي كده لان هي كانت ماشية مع الموضة مش ماشية مع اللي محتاجها مش معلوم بشرتها كمان الحقيقة بالزبط شوفتي حضرتك اه فهو انا همشي مع الموضة انا بسترجع لون وشرتها مع السنان همشي مع الموضة خلاص خليني مع الموضة بقى ومشوفش ايه الطبيعي و ايه اللي مش طبيعي انما انا عايز حاجة طبيعية ريئة خالص كده وشكلها ماشي معايا لازم نشوف ايه اللي ينفعلنا و ايه اللي ما ينفعلناش تمام هل بقى في الفينير فيه انواع او درجات من الجودة؟ بس يا حضرتك هي الفينير كلها بتتعمل من مادة اسمها ليسيم داي سيليكيت فيه منها انواع كتير فيه يعني زي يعني دي خامة السي مثلا ده اسمنت بس فيه منه شركة كذا بتعمل وشركة كذا بتعمل فطبعا اكيد مثلا فيه شركات معروفة عالميا زي يعني مش هقول برانز بس هاجات الماني هاجات سويسري معروفة الدكتور اللي بيحاول يحافظ على اسمه بيرجع للهاجات طبعا للأسف للأسف فترة الأخيرة مع التقلبات في الأسعار بقى فيه انواع غير طبيعية ما بنسمعش عنها وانتشرت كمان بقى فيه حاجات جاية من كوريا من الصين حاجات معمولة بطرق تانية كل الكلام ده اكيد هيفرق معانا ان الشيء الكويس يفضل موجود لان ده مشاكله بتباني على طول وصمعت لا يعني طبعا اكيد صمعت مركز دي حاجة فرق طيب من الحاجات التانية برضو اللي عايزة عرفها افرد حد عايز يعمل كل دول مش مختصين بالقدام بس بالسنة الأمامية فقط يعني هل ممكن فينيزة اعملوا الحد الآخر لا بص يا حضرتك احنا لما بيجي حد عندنا بنقعد نحكي معاه شوية وبعدين نحكي له نقطتين ولازم نتأكد انه ضحك من قلبه كده ونشوف قد ايه بان اه اتحدى بالدراسة على الفك اه لازم كل حاجة تتحلل وتتكتب يعني مثلا اقصى حد بيتحك بيباني اللي 12 سنة اللي قدام وتحت بيباني 10 بس بس العشرة اللي بيبانوا مش بيبانوا كلهم من جنب بيبانوا كمان من فوق فلازم الدكتور يعمل تغطية لكل حتة هتبان لما المريض ده يتحجمت دي حاجة حاجة تانية في ناس تاني بتبقى الضحكة عندها فيها شوية دفوهات فانت محتاج وانت بتعملها تركز عليها ومش هيباني اللي 12 هيباني 10 طب حرام انا الراجل ده جاي يدفع فلوس اقول له اعمل اللي 12 كلهم يعني طيب هل برضو فكرة يعني زي ما الاخت اللي اختارت لون ابيض ناصع البيض ده فيه مثلا حضرتك درجات للالوان بتعرضها على المريض نختار سوا منهم يعني اذا مساعي زوا فانت قلتلي نشوة انت لون بشرتك كذا فهيبقى شكلك دفوه فنساعي فيه درجات يعني الوان مختلفة ولا هو يفاتح يغامق وخلاص طيب احنا دايما بنقول لون السنان الطبيعي يلوى شويت يعني ابيض مصفر بس هو ده اللي بيفهمه الناس العادي انما احنا الدكاترة عندنا 32 درجة في ييرو شويت 32 درجة؟ اه يعني بتيجي حضرتك تاخد عندنا حاجة كده زي مهندسين الدكور عندنا حاجة عليها الدرجات كلها وبنختار الدرجة اللي مناسبة لونك فبيفرق معنا درجة لونك الاساسية لان لو سنان وغامق قوي ده هيحتاج طريقة معينة عشان نوصل لون فاتح قوي نمرة واحد ممكن يكون حد بيدخن جامد او بيشرب قهوة كتير بس ضبط حتى لو بشرت وفتحة بس سنان وغامق طب ثانية واحدة انت اللي فاتت نظري هل لما نعمل في نيرز مثلا المدخنين ممنوع يدخنون طبعا دي مادة مش طبيعية؟ لا 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 بيدخنوا علي؟ بصي حضرتك هقول المعلومة ببساطة تخيالي حضرتك عندك اتباق في البيت بتاكلي عليها اتباق من البورسلين عمر ما لونها يتغير صح صح مش معنى مش عارف لان البورسلين ده حاجة كمبليتلي انرت يعني الفخار ده مادة لا تتفاعل مع اي حاجة ده اقوى من الدهب يعني الناس بتقول الدهب ليه ثبات بس الدهب وحتى الستات عارفين ان بعد شوية مع الاستخدام بيطوص انما بورسلين كمبليتلي انرت والليس يمدسل كيف نوع منه حاجة تانية بالنسبة لللسة وعلاقتها بالفينيرز هل الفينيرز ممكن يأثر على اللسة بالسلبة او يداري او يضيع مثلا حاجة كانت سيئة في اللسة هقول رد وبعدين هقول معلومة مهمة الفينيرز اهم حاجة فيها والموضوع كله بيبقف على اللزق بتاعها فاللزق مش كمان بس ان احنا نجيب نوع لزق كويس لازم الدكتور اللي شغال يلزق فينيرز لازم يلزقها واللزق الزيادة يتشال كويس اوي لان لو فيه حتة صغيرة بقت تحت اللسة دي هتعمل التهاب لسة ومش هيروح والدكتور نفسه مش هيعرف يعلكم ليه لان لازق فينيرز ده شفاف اوي فهيبقى تحت اللسة انت مش شايفه فانت ولا عارف بتشيل في الجدر بتاع السنة ولا بتشيل في اللزق فعشان كده الدكتور بيشيل الحتة اللي شايفها ويسكت انما لو حد بيستشتغل بخامة كويسة يعني هم عشان الموضوع ده مشكلة كبيرة في الفينيرز بقت فيه شركات تعمل لنا لزق بينشف مرة وبينشف مرة تاني يعني ايه؟ يعني بينشف مرة بحيث ان انا لو دست عليه الزيادة ترقع وتشيل تمام لما نشفه تاني ما يفكش خالص مرة نظف ومرة أثبت تخير يا حضرتك ان الموضوع ده ليه قصص كتير ويعني موضوع كبير قوي عند دكاترة السنة لأ وسمح لي اقولك بقى المسألة كمان فيها صنعة بمعنى ايه؟ مش بس انه يبقى الطبيب شاطر لا ده يبقى اسفة بلغة الناس ده لازم يبقى صنعي ماهر ده ايه؟ ما يتبقاش المسألة مجرد انه بيعمل الطب اللي تعلمه يعني 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 والصنعة من اول اختيارك او قعدتك مع مريده اختيارك لشكل الموضوع ولون الموضوع اتفاقه او انه يتواقم مع شكل حتى بتقولي الوش بشكل كامل ده محتاج حد كمان عنده درجة من درجات الفن انت بتعمل تشكيل كمان يعني علاقة التشريح الجمجمي وتشريح الفكين بالسنان ده لازم تيبقى حد عنده مزاج وحب لفكرة التجميل بوسي حضرتك انا لازم نقول ان الطب السنان بالذات ده حاجة يعني بيسموها فيها هاندلينج ايديك حرفية كده بتقعد كل شوية تتعلم فاللي انا كنت بعمله اكيد من عشر سنين واللي انا كنت بعمله من خمستاشر سنة لما بتيجي الحالات دي تاني العيادة وببص عليها بحس الفرق اللي جرى اختلف قد ايه وبحس انا اتطورت ازاي كل شوية بنتعلم بعد خمسمائة حالة غير بعد الف حالة غير بعد خمس تلاف حالة بقيت من بعيد اشوف المشكلة واتجنبها فهو ده بناء الخبرات هو ده المعرفة يبقى العلم بيقرب لنا وانك انت يبقى عندك الخبرة فالتنين مع بعض يدولك انك انت تجيب احسن نتيجة في اقصر طريق وطبعا هيوفر عن مريد الالم هيوفر عن مريد فلوس ماهو الشوكلة اللي بيتعاد ده فلوس بتتصرف والاهم هيخلي المريد مبسوط لانه خد النتيجة اللي عايزها وارتاح طيب سؤال يعني بر المنهج اللي بيرتاده المركز عند حضرتك فيما يخص الفينيرز بساة الاكتر ستات ولا رجالة لان الحياة الرجالة كمان ابتدت تهتم بشكل ابتسامتها لان دي بتبقى بوابة كمان ليهم في وظيفهم يعني فيه بذات الجيل الجديد والاجاية الجديدة لأ حابب ان اشكله مهندم عنده قدرة على فمعليش جاوب حضرتك ستاتي انا في حياتي كلها لما بيجيلي حد يقول لي عايز فينيرز اقول له وحشة ما تعملهاش ليه لان دي حاجة تجملية مبدئيا فلازم تتأكد ان المريض يعني فهم هو عايز ايه اه بالزبط تمام انما مش بنوتة شافت صاحبتها عاملة فينيرز فراحت زنت على بابا وبابا ودى ماما فهم اللي اتنين جم حاببتي احنا هنعمل حاجة انتي لسه زغنونة مسنانك شكلها لطيف مش لازم كلنا نبقى كلي والله دكتور ربنا يكرمك لامنتك لربنا يخليك والله بس انا في حياتي اعملت فينيرز الاتنين رجالة بس وكل الحالات التانية ستات يعني انا بقى عمين ستاتة الستة بتحب يعني بتحب بتبقى حلوة لنفسها لسقاتها في نفسها تبقى حاسة انها يعني فستات عشان انت عشان خطر عيوني الستات هنبتاز دكتور دقتي حبيك مش عامل اي كده يعني اوفر او حاجة هدية للبنات البلد احنا نعمل اوفر طبعا لبنات البلد عينينا ويبقى في ديسكاونت اه خمسة اه الكاشف حتى نص لا مش مهم الكاشف خالص خلق امشيلي الكاشف خالص لا 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 لحالات الفينيرز ويبقى في 10% لحالات الفينيرز الفك الكامل 10% لحالات الفينيرز الفك الكامل علوي او صفلي اه تمام والكاشف خمسة في المية لا هنشيل الكاشف لما يقولوا انه هما من عنده استاذ من عنده كاشف متشال خالص من عند بنت البلد لمدة قدراء دي اسبوع 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 من النهاردة لمدة اسبوع الكاشف مجانا للي هيعمل فينيرز الفك كامل وكمان خاص 10% انا مشكورك جدا يا دكتور انا عايز بس انا قلت هقول معلومة فهقولها بسرعة فضل قبل ما بنعمل الفينيرز لازم في السمائل اناليسز يتعمل فحص هل اللسة مناسبة ولا لا فاحيانا بنحتاج نعمل زي التجميل في اللسة بالليزر لا ده شغل حضرتك بقى يعني مع كل حالة يهمني المعلومة دي المريض يوصده عشان ما يروحش يعمل حالة تبقى الفينيرز جميلة بس هو ما خدش النتيجة اللي عايز ليه من الاساس ما هقوله حيجي عند حضرتك هو عنده تمام ثقة انك هتعمل كل شيء نصبه بشكورك جدا جدا شرفيني وانستيني ربنا يبارك لحضرتك للاسف الفقرة الحلوة دي خلصوا لو عايزين تاني انتصلوا يقولولي واستنون الفقرة الجاية بقى معانا مولانا الشيخ محمد رضا اللي كلنا بنستنى وجوده كل يوسف فهينور ويشرف واستنوني جاي لكم بصراحة مرسية 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 جدا